كشفت وزارة الصحة السعودية أن أكثر من 10% من الطلاب الذين يتركون المدرسة يرجعون السبب إلى تعرضهم للتنمر المتكرر وأكدت الصحة أن واحدة من أصل خمسة طلاب أبلغ عن تعرضه للتنمر خلال العام الدراسي مشيرة إلى أن عوامل منها الشعور بالاختلاف مثل الوزن الزائد أو الإصابة بالقلق أو الاكتئاب أيضا أو من يملكون عددا محدودا من الأصدقاء هم من الأكثر عضوة للتنمر معتبرة أن إيقاف أو منع ظاهرة التنمر يحتاج إلى تعاون بين المعلمين والأسرة والطلاب أيضا وزارة الصحة السعودية أيضا كشفت أن أكثر أنواع التنمر التي تم الإبلاغ عنها هو التنمر اللفظي الدائم بنسبة تقدر بـ 79% ثم التنمر الاجتماعي بنسبة 50% ومن ثم التنمر الجسدي بنسبة 29% يأتي بعده الإلكتروني بنسبة 25% 57% من حالات التنمر تتوقف عند تدخل أحد الأقرار نيابة عن الطالب الذي يتعرض للتنمر موسيقى 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 ضم إلينا من رياض استشاري طب الأطفال والمراهقين الدكتور سعود العمر دكتور سعود حيكلا معي في نشأة الرابعة من الرياض عشرة في المئة من الطلاب الذين يتركون المدرسة بسبب التنمر هل هذا عدد مخيف؟ نسبة مخيفة؟ نعم جدا طبعا دعونا نعرف التنمر دائما نسمع بمصطرح التنمر التنمر هو سلوك عدواني دائما يمارس الطفل أو حتى مجموعة من الأطفال ضد الطفل آخر بشكل متعمد وبقصد الإضرار طبعا النسب صراحة تختلف على حسب تعريف ما هو التنمر والنسب تختلف من مكان إلى آخر ومن بيئة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر لكن النسب مرتفعة صراحة جدا سواء بالإحصاءات الرسمية أو حتى آثاره فيما نرى في العيادة يعني أنا أقدر أقول لك ما يمر علي أسبوع إلا تمر علي حالات من آثار التنمر ممتاز أنت يا دكتور تمر عليك حالات وأنا أسأل هنا لو كنت أنا مثلا أب ولدي أحد الأبناء تعرض للتنمر كيف أعرف أن طفلي متعرض للتنمر أو أنه يعاني من التنمر دون أن يخبرني بهذا الأمر؟ جميل طبعا عموما للأطفال أو حتى اللي في سن المراهقة أكثر ما يظهر عليهم أعراض جسدية أو حتى بعض مرات أعراض سلوكية الرفض الذهاب للمدرسة آلام جسدية زي الصداع آلام في المعدة قد يكون عزلة قد يكون أيضا ما يحب الحديث عن المدرسة أو كان له مجموعة من الأصدقاء مثلا كان يلتقي فيهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي بدأ ينعزل عنهم أيضا ضعف التركيز ضعف الشهية أو اختراف الشهية صداع أيضا كل هذه أعراض ممكن تخليني أفكر أو حتى سلوك ربما يكون سلوك عدواني داخل البيت قلق شديد قضم الأظافر كلها سلوكيات تنبه الأهل أنه قد يكون في الدراسة يا دكتور التي كشفت عنها وزارة الصحة قالت بأن 57% من حالات التنمر تتوقف عند تدخل أحد الأقران نيابة عن الطالب الذي يتعرض للتنمر ما رأيك به النسبة أولا؟ ما ترى أنها قليلة؟ لا نسبة جيدة وربما تزود النسبة عندما يتدخل شخص بالغ أكثر من أحد الأقران أب أو أم أو حتى مشرف في المدرسة دائما الحالات التي تأتي سبب استمراريتها أن الطفل يسكت لا يتكلم للأهل ولا حتى يتكلم للمدرسة مجرد أن يتكلم إلى إدارة المدرسة أو حتى المشرف يتوقف كل الحالات التي أنا شفتها تقريبا توقفت بنسبة 90% إذا تدخل شخص بالغ ما خطورته على الطفل يا دكتور التنمر؟ بكل أنواعه الخطورة التي تقع عليهم أنا لا أتكلم عن الأعراض التي تظهر عليهم لا الخطورة التي تقع عليها بعدما يتعرض للتنمر ما يمكن أن يأثر عليه فيه؟ الخطورة على الضحية سيكون عندهم بعض المرات قلق اكتئاب عزلة مشاكل أكاديمية قد تصل في بعض الأحيان إلى أفكار انتحارية أفكار انتحارية؟ نعم في حالات وأكثر شيء في التنمر الإلكتروني وأنا في وجهة نظر أنه من أخطر أنواع التنمر وقد يكون أكثرها انتشارا في بعض الدراسات لا أكثر انتشارا وهو خطر جدا بس يا دكتور على أساس نركز على هذه النقطة تحديدا اليوم هل يمكن أن يكون التنمر على الطفل سببا في أن يقود هذا الطفل إلى الانتحار؟ معقول؟ نعم في حالات حتى مشهورة على مستوى العالم فعلا أدت إلى الانتحار وبعضها يؤدي إلى قلق شديد وبعض واحدة من الحالات مرت عليه قلق شديد أدى إلى أن نسميه الشلل الكاذب يعني كل التحاليل وكل الفحصات السريرية كانت سليمة لكن كان بسبب قلق شديد بسبب تنمر كان تنمر في مدرسة وكان أيضا تنمر خارج مدرسة من أحد أقارب الشخص اللي مرت علينا حالته فحضير جد النعم أنا ما أتبقى لدي الكثير من الوقت أشكرك على حضورك معي في نشرة الرابعة دكتور سعود العمر استشاري طب الأطفال المراهقين من الرياض لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة